موسيقى موسيقى تمتد المملكة العربية السعودية على مساحات كبيرة وحباه الله بالتنوع في التضاريس حيث السهول الساحرية والجبال والأودية والواحات الزراعية التي تتوسط الصحارى ولمنطقة المدينة المنورة نصيبها من هذا التنوع تقع منطقة الفقرة ووادي الصفراء التي تتميز جغرافيتها بكثرة الجبال والأودية إلى الجنوب الغربي من المدينة المنورة صبغ توسط هذه المنطقة ما بين الحرمين الشريفين النشاطات الاقتصادية لسكانها حيث كان من أهم أنشطة السكان توفير الحماية لقوافل الحج وتأجير الجمال لنقل الحجاج والمسافرين والبضائع وهو ما يسمى الجمالة هناك عدة طرق للقوافل ما بين مكة والمدينة وأهمها الطريق السلطاني الذي يمر بهذا الوادي كما أن هناك طريقان للقوافل ما بين المدينة المنورة وينبع البحر أكثرهم ارتيادا يمر بهذه المنطقة كنا جمالة والهابصال البحر ومنها البحر يشد للمدينة يشد الظهر منها البحر نحمل حبابه رز وحمطة ودخل وذراه وسكر وبل وشده على البل هذا الجمال عدري علىه وشده ونحطه بير سعيد ومن بير سعيد تحط الخيف ومن الخيف نحط المسييد ومن المسييد الفريش ومن الفريش المدينة والنوخ في الباب المصري وباب الشامي وفالخان وثوق الحباب ثوق الحيادر وقد ساهمت هذه الطبيعة الدينية والتجارية في رواج نشاطات اقتصادية أخرى مصاحبة للجمالة منها تجارة أغراض ولوازم السفر للقوافل كالأشدة والحبال وتوفير العلف على محطات القوافل وغير ذلك قد القفل مجموعة ثلاثمائة بغير أربعمائة اللي خمتمائة اللي لألف هذا قابل حكم عبدالعزيز ومن بعد بتاعت حكم عبدالعزيز أمان حجاج الشامي يجون على زم له وحجاج مصر ومغاربة والسليمانية هو اللي يقول له السليمانية ها دولة ها دولة اللي هو الفغانية يجون ويتشير هذا من القباية من البحر ومن جد اللي هي المدينة ويدون مكة ويدون عرفة ورجعون للمدينة يزور ويرجع وكلان يرجعون في المرسل اللي هو اللي يزال فيه وهناك الأسواق المنتشرة في الأودية والقرى وأحدها سوق المعيرج المقابل لديوان بن جزا برحقان سوق المعيرج يجلبون لها الغنم ويجلبون لها الزمن والعسل والسمن والحب من الفجرة وبالمنطقة عدد من قرى النخيل الزراعية التي تعتمد على مياه العيون أهل العيون على النخيل ويجرعون الحنف الخوارج اللي خارج النخيل ويجرعون الدخول ويجرعون درة لها السجلات مثلا الساعة يحسبونها 12 قدر الوجبة 12 ساعة كما أن الزراعة المعتمدة على الأمطار تزاول بالجبال والشعاب وأهمها زراعة النخيل والحبوب محصيل الفجرة أولها البلح فيها حميمي تحت حصاد الزرع يجي يوبر وفيها خرفي وفيها بطاني وفيها بوسيايف وتغلب الحب الحب الخمسة نوع سندية وزرعية هذه الحنطة والشعير خيايفي وسيايفي وعصاوي والرجل في السلام يسلم عشر مداد الزرع عشر مداد من الزرع الطيب وفي الدقائق يدق عشر مداد الزكاة يكلونها من المقر يدقون بالمواجب كل مكان يجون للفقرة تسمى أم الضعوف تخزين المحاصيل الحب يلحق لحق 12 عام والتمر يلحق ثلاث سنين هذا ما تغير ولا دار في مرادين مصوجة في مرادين مدفونة تحت الأرض في حصاد الزرع في السلام في الدقائق وفي مقاطع الرياض من السيول لجاتها السيول وتكسرت سورها يلمون لها عونات فزعات ما عليها غير يغديهم يجيب له دباي حسب كثرة العونة ذبيحتين أو ذبيحة حسب كثرة العونة وللمعاسر التي تنحة في الجبال انتشارها وللعسل ذكر بارز بالآداب الشعبية للمنطقة وغالبا ما تستهل القصائد الشعبية بذكره مشبها فيها القول الحسن بالعسل وقد كانت كثافة الأشجار سببا في وجود نشاط الاحتطاب ومن ضمن نشاطاتهم أيضا رعي الإبل والأغنام وبعض مساكنهم مبني من الحجر والطين والبعض الآخر بيوت منسوجة من الشعر وكان ولا يزال للمرأة دورها الفعال ومكانتها الرفيعة وهو ما يلحظ من الإشارة لها بألقاب تبجيلية في الوثائق والمكاتبات الأهلية عزيزة حكم بالذنة والأمانة والحق والديانة حماها الجزيرة من غربها لشارقها من جنوبها لشمالها ومن بعدها أبناء اشتركوا في القناة